لا تراجع هذا ما يقوله المحتجون الذين خرجوا من أجل الإصلاح والقضاء على الفساد والطائفية واستقبلوا بصدور عارية رصاص المندسين وما تزال حياة البعض منهم بخطر في ظل مسلسل الخطف والاعتقال وتكميم الأفواه والقتل الذي يحيط بهم ويبقى الإصرار والعزيمة سلاحهم الوحيد فالاحتجاجات التي أعطت دماء حرة زكية على دكة الإصلاح لن تتوقف بحسبهم لإدراكهم أن للحرية ثمن أحمر اللون المتظاهرون أكدوا أن خروجهم من بيوتهم للاحتجاج ضد الفساد والفسدين ينبع من شعورهم بأن أبسط حقوقهم مسلوبة إحنا حقنا مسلوب ترى ماكو واحد يجي يظاهر لا معي لحق ترى بس الجباد يجي معي لحق يظاهر إحنا نعرف حقنا ويانا جماعة مدى السيد ويأخذون بصورنا ونعرفهم والجيش اليمنى ما مطلل أسلاح حتى نقولهم هذا مسوس ما عدا أسلاح جندي شنقله يروح يتدافع ويامشي وإحنا نعرفهم هواية هواية ويانا بالمجتمع أي مجتمع ينوقف به ويانا مسوسين ويانا من الأحزاب بس ورلا ما نخاف من عندهم نموت على حقنا وما تخوفنا الأحزاب ولا تهمنا ولا ندير بال وباقين وصامدين اليوم العراقي هو صاحب القرار شعب التحرير هو صاحب القرار والقرار يبقى عراقي ومنها من ساعة التحرير رسالتنا واضحة حل البرلمان حل الحكومة إذا أنت تمتلك حس وطني آخرون شددوا على ضرورة إيقاف سلسلة الاغتيالات والاختطاف التي تطال المتظاهرين مطالبين في الوقت نفسه بالكشف عن الجنات الشعب هو مصدر القرار والسلطة يعني الشعب يجب أنه يختار ونحن نتمنى أن كفى الدماء العراقيين يقع بالأرض العراقي كفى القتل كفى الذبح كفى الاعدامات كفى اختطافات نحن نقول يا أيها الأحزاب يجب أنه يتراجعون نفسكم وهذا هو الحق والشرعي للمواطن العراقي والشعب العراقي نجب أنه يختارون بساحات اعتصامات أحد الناس والمستقلين ولست لديه أي جنسيتين وبحسب محللين فإن المتظاهرين يتعرضون لحرب نفسية تقودها أحزاب السلطة في محاولة منها لتضييق الخناق عليهم إذ يتلقى الكثير منهم تهديدات بالقتل مع حملة اعتقالات وعمليات اختطاف منظمة تصل في أحيان كثيرة إلى الاغتيال والهدف من كل ذلك تخويف المحتجين وإرهابهم وإجبار الآخرين على العودة إلى منازلهم